بسم الله الرحمن الرحيم لكن إذا كان الإنسان يعرف الذي له والذي عليه ويؤدي ما عليه ولا تعد على الغيب هذا لا يحتاج إلى قضاء نعم بسم الله الرحيم تقلل القضايا عندما 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 هو ملتزم بالشرية أما إذا كان غير ملتزم وكذا تكثر القضايا نعم نعم تولي القضاء القاضي الآن يكفي أن يكون من عجر القاضي أنه في الجنة لأن بعض الناس يعني يقول لا قاضيان في النار طيب وعندنا قاضي في الجنة إذن يكفي في فضل تولي القضاء أنه في الجنة هذا فضل نعم 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 لدينا أولا حدود ولا بد من جنايات جنايات أولا يجني يسنع شيء قتل سرقة شرب خامر وما إلى ذلك نعم هذه الجنايات يعني تعدي نعم 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 والمحرمات هذه درجات فالمحرمات التي تشتهيها الأنفس جعل لها عقوبة وهناك محرمات لا تشتهيها النفس فجعل لها الله سبحانه وتعالا لم يجعل لها عقوبات حدود يعني لكن اكتفى الله سبحانه وتعالا في هذه أن النفس لا تشتهي يعني طبائع البشرية لا تريد هذه الأشياء نعم مثل أكل الخبائق نعم في إنسان طبيعي يأكل خبائث موجود لا ما يمكن لماذا مع أنه أكل الخبائث ليس عليه عقوبة يعني هنا عند القاضي ليس عليه عقوبة محددة شرعا نعم لماذا لأن الواسع الطبعي يمنع الإنسان من أكل الخبائث نعم حتى الحيوانان تأبان تأكل الخبائي نعم ليس لدينا لا ما يسمق في الحيوانان يمنع يمنع أنظر حيوث فإذا عرفت الأولاد في الشراء ستكون حيثاً ولله وضع الخامر لفرس وقبتت تشرب منه لأنه خبيب في أشياء يعني يضع بعض الناس هنا في أفواهي المهمة المهمة نعم أنا لا أعرف الاسم نعم هذه الشجرة هذه الشجرة وهي خضراء لا يقربها شيء لا من الحيوانات ولا من الحشرات ما يقربها نعم والله وهي خضراء هذه الشجرة وهي خضراء ما يستطيع أن يأكل منها كأن حي نعم وهي خضراء لا الحيوان ولا الحشرات نعم هذه الشجرة هذه الشجرة من المنشة قال الله إذا كان هذا المنزل وإنه لا يوجد هذا المنزل ينزل على هذا المنزل وإنه يحبون هذا المنزل وإنه يحبونه إلا بعض الناس الذين قلبت الطباع لديهم يأخذوا هذه الأوراق هذه الشجر ويجعلوها في مكان حتى تنتن ويضع عليها أشياء حتى تصبح يعني أنت ما يكون ثم يضعوه في أفواب سبحان الله لو يضعوها خضراء كان أحسن لكن يجعلوه حتى تنتن نشأل عابسا يكون في أفواب نعم ويضع هذا المنزل أحسن 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 ويجعلوها أحسن ويجعلوها أحسن ويجعلوها أحسن ما؟ سوف تتكلم بخصوات ويجعلوها ومع هذا ضياع المال مع أكل الخبائث وشرب الخبائث أيضا ضياع المال نعم فإذا وجدنا أناس انقلبت طباعهم وأصبحوا يبحثون وراء الخبائث ماذا نصنع بهم نرفعهم إلى القضاء القاضي ليس هناك شيء مقدر شرعا عقوبة لهؤلاء حتى يرتدوا عن هذه الأشياء فبالي يسنع القاضي القاضي هنا يلجأ إلى التعزير يلجأ إلى التعزير يعني يعزرهم بما لا بعقوبة لكن دون عقوبة الحدود نعم يلجأ إلى التعزير من الأشياء 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 فماذا تصنع فيها؟ يجب أن تحبسها وتعطيها الأكل الطيب حتى تعتادها الطيب تخرجها هذا في الشرع نعم يلجأ إلى التعزير من الأشياء 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 ونحن لدينا كذلك هنا في القضاء شهادة تحمل الشهادة واداء الشهادة نعم ونحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد هذا اين صح الحديث يقول ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد يعني ما تشهد الا على امر تثق منه مئة بالمئة واضح جليل مفهوم نعم نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم النبي محمد وعليه الصحب والسلام الأيمان والنذور يعني شغالت السيلة طيب الأيمان والنذور هنا نحتاج الآن بعد القضاء إلى ماذا عندنا يمين يشهد عليها صحيح نعم يؤكد ما تكلم به بذكر معظم لديه صح وإذا كنت تعظم هذا المعظم ماذا تصنع تصدقه صح الحالب أكد ما حلف عليه بماذا بذكر معظم لديه فإذا كنت تعظمه فماذا تصنع تصدق صح نعم وإذا كنت لا تعظمه لا تكذب نعم 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 أتصدق صحيح نعم 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 فالحالف بغير الله شركة صار وقد يصل إلى الشركة الأكبر فالحالف بغير الله شركة صار وقد يصل إلى الشركة الأكبر يحلف بالنبي بالولي بالصالحين بالأمانة يقول أمانة يعني لأنه يقول لهذا يحلف بماذا؟ بالشيء معظم قال أمانة هذا حالف بغير الله قول أمانة حالف بغير الله أمانة حالف برأس الأب صحيح؟ نعم لنعذ برأس أبي ويحلف بلحيتي أيضا قل كيف؟ قل في لحيتي صحيح؟ ويحلف بالقبيلة والعشيرة وغيره أو فيه بغيره أو فيه بغيره شركة صار مشابهوق كيف نحفظه؟ كيف نحفظَ اليمين؟ حفظ اليمين عندنا على أربعة مراتب يحفظها ابتداء وسط وانتهاء تمام وسط وانتهاء يعني يحفظها في أول الأمر وفي وسط الأمر وفي آخر الأمر ثلاثة يعني ها من lately ثلاثة سوف نحن خرصة وححظة بين الأصب مراتب حفظ اليمين أربعة مراتب حفظ اليمين كم أربعة يحفظها ابتداء ووسط وانتهاء والرابع ألا يحلف إلا بالله يحفظ اليمين بألا يحلف بالأمانة بالعاهد بالتربة كذا بكذا نعم سوف اذهب بالأدي هذا فظ обязательно ليس يحفظ اليمين تذكر سوف انا لا أحلف نعم تباونا يسهد خباراً إذا كان مقابلين فقط أمريكي لأن الله أمر هذا تباونا لأن يكون صادق على الناس وضعنا إذن يعفظها كيف؟ أنه إذا حلف لا يصنع يكون صادق في المن نعم يعفظه انتهاءا بما هذا؟ بإخراجال كفارة عندما يحنس فيها ولا يفف فيها إخراج بالكفارة على المال على حفظ لليمين محافظ عليمين نعم إذا كان هذا الشمف محافظ لليمين حتى يمان أن يقابه ولم يسرعه بين شوق هونه وأنه حفظ لهذا الشبير فعله أن يقفالها فعله أن يقفالها أو يستطيع فعلها فأخراج بالكفارة على حفظ اليمن نعم ما هي كفارة اليمين نعم 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 نحن لا ننحن نسجل على سيطورة نعم نعم رقبة نعم رقبة نعم شهرين شهرين متتابعين كم ثلاثة أيام نعم 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 ثلاثة أيام نعم نعم ثلاثة أيام خطأ إذا ما نصلح للفتوى صح ولا تتكلم في أقل مسألة ما هي أقل مسألة كفارة يمين ما تتكلم فيها صح ولا ما تتكلم يحرم عليك تتكلم نعم أنا نعم نعم ذاتك نعم 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 كفارة اليمين نقول له أنت مخير اختار واحد من ثلاثة أشياء عدق رقبة مسلمة خالية من العيوب الضارة بالعمل أول عائيب أو أي طعام أشرت بالسلاثة أو medicine أو أسلونا أو أسلونا يعني إشترى كل واحد خانيش هذا هو إذاً يعني أغطي عشرت مساكين يصنع لهم لكل واحد وجبة غدا إذاً هو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة إذاً يعني أغطي عشرت مساكين وكسوتهم هذي ثلاثة هذا اللي ما يعرف الحساب الله أعلم في الشبه بالنصارى نعم نعم فإذا قال ما أستطيع على واحد من هذه الثلاثة أنا لا أستطيع ينتقل هنا إلى الصيام إذن خطأ فاحش عندما يقول كفارة لي من الصيام خطأ ما ينتقل إلى الصيام إلا بعد أن يعجز عن واحد من هذه الثلاثة نعم عندما ينتقل إلى الصيام إلا بعد أن يعجز عن واحد من هذه الثلاثة نعم صيام ثلاثة أيام متتابعة هذا خطأ أيضا لابد أن تكون هذه الثلاثة أيام متتابعة متتالية نعم ليست بمتفرقة نعم 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 في الحيوان من ذكاة شرعية سيكون لدينا ذكاة شرعية فإذا لم تذكاة ذكاة شرعية فهي حرام الأكد سيكون لدينا ذكاة شرعية سيكون لدينا ذكاة شرعية إلا أننا ذكرنا أن الميتات كلها محرمة إلا ميتة الحوت السمك والجرات نعم وكذلك لدينا أن الدم محرم إلا الكبد والطحال نعم لدينا الخبائز ذكرناها أنها محرمة فلو كان عندنا شجال خبيثة نعم أطعم خبيثة فهذه محرمة ولا شك فيها نعم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائز نعم نعم نعم